نهاردة عندي زي مبارح مثلاً وانا بتكلف في نفس الاطار المصر اليوم كريد مصر اليوم عملت خبر وقالوا انه بصورة تكلفة 3 مليار دولار تعرف على البرج الايقوني ابرز معالي من العاصمة الادارية هات يا ابني اهو ده المصر اليوم بتكلفة 3 مليار دولار اهو ده المصر اليوم ايه بتكلفة 3 مليارات 3 مليارات دولار تعرف على البرج الايقوني ابرز معالي من العاصمة الادارية اولاً هذا الخبر يعني فيه حاجة مش مظبوطة ايه ايه الحاجة مش مظبوطة تكلفة البرج الايقوني مش 3 مليار همال ايه يا عم تكلفة العشرين برج هم 3 مليار ليه اهو 2019 رجعنا 2019 وزير الاسكان الدكتور عاصم الجزار اهو قال ايه اهو يا جماعة اهو ده بان اهو الهائل عامل السلامات اهو قال وزير الاسكان 3 مليارات دولار قيمة التمويل الصيني لمشروع بالعاصمة الادارية ايه هو المشروع مش البيئة يا سروط يا حبيبي ده مش غلط غلط الدور مش مش مشروع العاصمة الادارية المشروع الضخم اللي هو فيه عبارة عن 20 برج ايقوني انا بقول تاني اهو والكلام ده يعني معرفش يعني انه ليه ما تقالش يعني ليه ما تقالش انه ما اشيع بالامس وما ذكر بالامس انه البرج الايقوني وحده ب3 مليار دولار ده معلومة خاطئة بل انه العشرين برج اهو العشرين برج كاملين كلهم اهو منطقة الاعمال المركزية كاملة بعشرين مليار دولار اهو قال وزير الاسكان دكتور عاصمة جزار انه قيمة الدفع الاولى من القرض الخاص بتمويل تصميم وانشاء منطقة الاعمال المركزية بالعاصمة الادارية الجديدة مع مجموعة البنوك الصينية الممولة والذي شهد الوزير توقيعه بالعاصمة الصينية بكين بتبلغ 834 ده اول جزء من اجمالي 3 مليار دولار قيمة تمويل المشروع كله بتاع المنطقة المركزية كاملة المنطقة المركزية اللي فيها ايه فيها عشرين برج منهم البرج الايقوني فالبرج الايقوني بمفرده ليس 3 مليار دولار ده اعتقد يعني طيب بيقول في البيان الصدر في 2019 اللي احنا جدنا بنسخة منه قال لن الدفع الاولى للقرض ستغطي تكاليف تصميم وانشاء 7 ابراج شهيقة الارتفاع تضم برجين اداريين وخمس ابراج سكنية وكذا وكذا واشرق لن منطقة الاعمال المركزية والعاصمة الادارية الجديدة تضم 20 برج باستخدامات متنوعة منها البرج الايقوني واعلى برج في افريقيا بارتفاع 385 متر وتم تنفيذ المنطقة بالتعاون بين وزارة الاسكان موسلة في هيئة المجتمعات العبرانية الجديدة وشركة CSCES الصينية وهي احدى كبرات شركات المقالات على مستوى العالم واهو قدام حضرتك اهو قد البيان اللي صدر في 28 أربعة 2019 وبتكلم على 3 مليارات دولار قيمة التمويل الصيني لمشروع بالعاصمة الادارية الجديدة لمنطقة الاعمال او المنطقة المركزية بالكامل فده طبعا 20 برج خلى يعني الدكتور عمار على حسن يقول البرج يقوني بتكلف 3 مليار دولار بالعاصمة الادارية ده مش التعليم اولى والصحة اولى وتجنب الديون المزلة للبلد والبلد بقى الاهرامات عجيبة الدنيا ومحطة انظار للناس في كل زمان ومكان فيها ما يغنيها ويكفيها يعني المعلومة الغلط مشت والدكتور عمار مش غراها وايضا جمال سلطان قال وبيقارب بن برج خليفة اللي تبنى خلص في 2008 وبرج الايقوني بيقول انه هو ب3 مليار دولار وده مش صحيح وبيقول يعني شايفين برج خليفة قد ايه وكلف مبلغ مليار ونص لكن البرج الايقوني كلف 3 مليار بقول لجمال سلطان لا احداك مش عارف لانه برج خليفة تم انشاؤه من حوالي 14 سنة يعني او 16 سنة ف16 سنة فرق السعر كام وبعدين انا بتكلم على العشرين برج مش البرج الايقوني فقط وبعدين بيكلم الدكتور عمار برضو بيقول بيقولك بيدحكني المدافعون عن السلطة حين يقولون لك العاصمة الادارية ان تكلف الدولة من زانية الدولة شيء الى اخر هذا الكلام يعني بس لفت نظر في الاخر بيقول يعني انه ده بيعيد الاستعمار معرفش اعلاقة الاستعمار بالعاصمة الادارية الجديدة والله وبطريقة اخرى وهو الذي قال دباط يوليو 52 انه قد حمل عصا ورحم يعني بستشعر في كلام الدكتور عمار على حسن انه بيصخر من دباط يوليو ودباط ثورة يوليو وانا بقوله لو لعبد الناصر وثورة يوليو انت مكنش تعلمت ولا كنا عرفناك يا اخي طبعا يعني البرج الايقوني شغالين عليه بشكل يعني بدال ما نفرح وبدال ما ننبسط وبدال ما نرفع معنوياتنا وبدال ما نحس ان بلدنا هتعامل فيها حاجة حلوة للزمن والتاريخ زمان كان لما يجيبه مصر يجيبه البرج والاهرام والجمل والنيل النهارده بقى عندي حاجات تانية يا جماعة لما يجيبه سورة مصر ده ده جزء من الصورة الزهنية الحقيقية بيجي البرج الايقوني لما يحصل مناسبة بره بنضيء البرج الايقوني ونضيء البرج بتاع برج الجزيرة يعني احنا برج الجزيرة ده اللي احنا عملناه اللي عبد الناصر عمله من ستينات بثلاثة مليون جنيه لما كانت منحة امريكية وده كان رسالة مشفرة للامريكان ما تلعبوش معانا والبرج الايقوني رسالة ايضا بنقول انه يعني احنا قادرون نحن قادرون نرضى ذكرى ميلاد عبد الناصر واعتقد انه يعني يستحق منا كل ذكر بكل خير حيا وميتا باعماله واقواله عموما البرج الايقوني اه انا اسف يعني مش تاقي الناس اللي تدفع عنه والبرج الايقوني بقى عبارة عن اه الاخوان واعداء الدولة والناس اللي هم الحاقدين والاغبياء كل دول مع بعض شغالين على البرج الايقوني بقى ترند على الوسائل التواصل الاجتماعي بشكل يتسب بالغباء الشديد بدلا من ان احنا بنفتخر يعني شوفوا لما في تركيا بيعملوا برج ولا بيعملوا مصنع ولا بيعملوا عربية ولا بيعملوا حاجة بتجد ان المجتمع كله بيجري ويصفق ويعمل شغل يعني انا كنت متخيل النهاردة كنت متخيل النهاردة انه يعني احنا اه السفارات اللي برة سفاراتنا في الخارج ومالكتبنا برة كلها تحط على صفحاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي البرج الايقوني يعني يقولوا النهاردة انا لو سفير في بلد هاجيب صورة البرج الايقوني وحط فيديو وقول النهاردة بلدي تم افتتاح اعلى برج في افريقيا والنهاردة بلدي في العاصمة الجديدة اللي بندشينها خلينا نحتفل خلينا نقول خلينا نسوق للعالم خلي صورتنا توصل للعالم برة انه الناس بدلا ما فاكرين في مصر يعني البنت اللي انتحرت او الرجل اللي اتحرش خد اهتمام وسائل التواصل الاجتماعي اكتر من البرج الايقوني تخيل تخيل الواد الكوري والواد التاني اللي كان بتحرش به اللي من سنتين واخد اهتمام على وسائل التواصل الاجتماعي اكبر من البرج الايقوني عرفت المعركة فين عرفت القصة فين يدخال بنيان برج الايقوني يا سيدي 3 مليار بنقول له لا دي عمد المشروع كله ايا كان الوضع يعني انا بقول المفروض بدلا ما نحتفل بدلا ما حط كم واحد حط صورة البرج الايقوني على صفحته كم واحد اتكلم كم سفير برة اتكلم كم اعلام اتكلم كم صحف اتكلم يعني كم واحد قلولي كم واحد من المواطنين كم واحد عمل هذا الكلام خليني بس اقول يا جماعة انه احنا في عندنا مشكلة ان احنا دوما بنجلة ذاتنا ودوما عندي دفاع خجول عما اعتقد انه صواب ليه بنبقى خجولين في الدفاع ليه بنبقى كده منبطحين وانحنا بندافع ليه احنا عندنا كده عملية كده يعني رخاوة يعني وهنا نتكلم على يا اخي تكلم برجولة على بلدك وعلى انجازات بلدك ما قدامك هو البرج الايقوني ده مكت هو معمول من ده مرج موجود الاعلى التاني اعلى حاجة في افريقيا في قارة افريقيا كلها ايه المفروض ننبسط بيه ما هو جمان كان الساد العالي ذكرى ذكرى بناءه النهاردة ذكرى اتمان بناء الساد العالي النهاردة الساد العالي ارجعه والله دي المفروض بادراسة يعني حد يعملهن انه هجم الساد العالي اثناء بناءه بشكل لا يتخيله احدا زي ما هجم مشروع قناة السويس بشكل لا يتخيله احدا زي ما هجمت العاصمة الادارية بشكل لا يتخيله احدا والتاريخ بيحكم في الاخر تعالوا شوفوا لو ما كانش تصدر علي البانك ان حصل ايه تعالوا شوفوا لو ما كانش فيها عاصمة دارية جديدة كانت زمان القاهرة بقت علبة سردين محدش منتبه كل الصحف على مدار 20-30 سنة وانا كنت احد هؤلاء نقول مصر محتاج عاصمة جديدة لما جات العاصمة الجديدة هجمناها اشتركوا في القناة